بداية كلامي لازم نفكر كده ما حركه بصوت عالي وده يعني ظاهرة لا تحدث إلا في مصر يمكن فيه ناس تحدثت عن هذا الموضوع ويمكن أتشرفت أن أنا أكون واحد منهم ولكن يبدو أن البعض يتذكر فقط أن الأهلي ممكن أن يهزم ولكن لا يتذكر ما هي الأسبال في البداية كأي نادي بيشارك فيه بطولات نادي الأهلي عنده بطولة الدوري العام وهي البطولة الأهم والأقوى والأفضل وهو ما شاء الله صاحب الترتيب الأكبر فيها زيها زي كأس مصر هو صاحب الترتيب الأفضل فيها زيها زي بطولة كأس أبطال أفريقيا هو صاحب الريكورد الأفضل فيها وكل ما شاء الله كل البطولات اللي بيشارك فيها نادي الأهلي هو صاحب الريكورد يعني تلاقي اسم النادي الأهلي على جوجل أو على أي حاجة هتلاقي جنبها ريكورد فالنادي الأهلي دخل مسابقة الدوري العام هذا الموسم ومع جهاز فني مكون من كابتن حسام البدري مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومع المساعدين كابتن أحمد أيوب مدرب عام وكابتن سيد معوض وأنيس الشعلالي مدرب أحمال أنيس الشعلالي في هذا الموسم ممكن أصعب موسم مرة عليه في تاريخه في تاريخه التدريب في الأحمال البدنية كابتن حسام البدري خبرة كبيرة جدا في الكرة المصرية وماشاء الله تدرج في السلسلة التدريبية من مدرب في القطاع الناشئين إلى مدرب مساعد إلى أن يشتغل في قطاع القرى في النادي الأهلي مديرا للقرى ثم كمدير فن في النادي الأهلي الفترة ثم في ليبيا ثم في السودان وإلى آخره كابتن حساب البدري وكابتن الشعلالي أول مرة في حياتهم بيواجه موسم لا ينتهي دور المصر السنادي والموسم السنادي كان لا ينتهي فإنت بتلعب البطولة وإنت مش عارفة تخلص إمتى وإنت مش عارف تحط جدولك ودي في كرة القدم من أهم المميزات اللي بتخلي دولة زي ألمانيا هي رقم واحد في العالم هي وأسبانيا في كرة القدم ليه عشان هم بيخططه كويس جدا 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 فتلاقي النادي الأهلي في بطولة الدوري العام ابتدى بشكل معين كان تدرج حتى في طريقة الأداء كابتن حصل البدري صراحة في هذا الموسم ابتدى أداءه حتى تدريجيا يعني أنت مش من أول بالرغم أن أول لقاء كان أمام نادي الأهلي فاز بس ابتدى تحس بالتحسن الملحوظ غير النتائج تدريجيا إلى أن فاز على نادي الزمالك في الدوري الأول هنا ابتدينا نقول النادي الأهلي ماشي في الطريق الصح وماشي في التراك الصح فجأة في بداية الدوري التاني ابتدى الفوارق الفنية تبان ما بين النادي الأهلي وكسب كل منافسية كسب الزمالك كسب سموحة كسب المصري كسب المقصة كسب كل الفرق اللي كانت بتنفسه كسب الإسماعيلي ودي أهم الفرق اللي موجودة في الدوري العام ومطالب النادي الأهلي أنه يفوز بها بعد ما النادي الأهلي دخل في هذه المرحلة وابتدى يركب الدوري العام بطريقة معينة ابتدى موضوع كاس الأمم الأفريقية يخش وهنا ابتدت الأزمة مع الموسم الذي لا ينتهي حتى الآن نادي الأهلي هيلعب يوم الأربع سمو فاينال بطولة كاس مصر بطولة الأهمة دي بطولة رسمية بطولة كاس مصر من البطولات اللي بتأهلك تلعب كونفدرالية اللي معترف بها في الاتحاد الأفريق إنها بتأهلك لي فبناء عليها من تاني بطولة مهمة في جمهورية مصر العربية بعد بطولة الدوري اللي هي أهم وأفضل البطولات نادي الأهلي ما شاء الله قسب بطولة الدوري العام وبفارق مريح من النقاط ولكن الموسم لا ينتهي فالموسم الذي لا ينتهي ده بيزي تسبب مشاكل فنية جديرة جدا بالنسبة لأي جهاز فني وأنا بقول لحضراتكم ومن غير ما يكون مبيني وما بين أنيس الشعلالي حوار ده أصعب موسم مرة عليه في تاريخه ليه؟ لأنه لا ينتهي اللعيبة في كل مكان في العالم بمن فيهم مصر ما هماش مكان فأنت حتى لما تيجي تلعب بلاي ستيشن تيجي تجري كده بميسي ولا كريستيانو كتير طبعا أنت كل مدام هتلعب بريال مدريد هتلعب بكريستيانو ببرشلونة هتلعب بميسي لو تقعد تجري به كتير هتلاقي حتى كده المعدل بتاعه في الأداء البدني يعني تلاقي المؤشر بيقل بيقل أنه أجهد ده حتى في البلاي ستيشن والنادي الأهلي لعب موسم طويل 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 ولا ينتهي زائد أن الأهلي عنده دوري أبطال أفريقيا واستطاع أنه هو يعدل من أوضاعه بعد بداية كانت صعبة ولكن كما عودنا في البطولات الأفريقية لم يشمله مرة تانية واستطاع أنه هو يخش في دور التمانية كممثل وحيد للكرة المصرية هنا نروح للحتة البدنية أنت تيجي تحس أنه في آخر لقاءات النادي الأهلي سواء في الدوري أو في بطول الدوري أبطال أفريقيا بالأخص لأن النادي الأهلي في بطول الدوري أبطال أفريقيا كان في الفترة الأخيرة بيلعب بالستارتينج 11 أو الستاندينج 11 الناس اللي هي القوام الأساسي الرئيسي اللي كان شغال معاه طوال الموسم كنت تحس في بعض الإجهاد تحس فيه أن اللعيبة مستنزفة فهنا كان الجهاز الفني لازم يكون له وقفة الوقفة كانت أنه هو بيطالب اتحاد الكرة بأن يكون فيه انضباط في المواعيد انضباط المواعيد بيدي لك بدي الكابتن حسن البدري يروح أقل الشعلالي يا كابتن شعلالي لو سمحت حطيلي جدول بدني لنادي الأهلي هايزا أقول لحضراتكو ويمكن البعض لا يعلم هذه المعلومة أن التطور الآن في قرة القدم في العالم هي في حاجة اسمها الهابلتيشن وبري هابلتيشن يعني كيفية الاستشفاء قبل وقت تجهيز قبل المواسم وقبل المباريات ورقم واحد في العالم في هذا الموضوع أسبانيا ويليها ألمانيا عشان كده احنا كلما بيجي لنا إصابة كبيرة جدا وأهي أنا كنت لسه بتكلم وقادي ظهر مروان محصن بتودي ألمانيا قادي مروان محصن أمامنا في الشاشة لما بيحصل لك إصابة من الإصابات ده بتقوم ودي لعيبك إلى ألمانيا لأنه هم عندهم تقدم في هذا الشأن مدربين الألمان لما تيجي أو المدربين الأجانب لما بيجوا يشوفوا وضع التخطيط القروي في مصر بيصابوا بالدهشة يقول لك unbelievable تسمع كلمة unbelievable دي كتير خاصة في حتة التخطيط لماذا؟ لأنها لا تحدث إلا عنهم لا تحدث إلا في مصر التخطيط اللي في الأول وفي الآخر رادي الشعلالي كابتن عنيس الشعلالي ظهر في الصورة وأنا بختصه النهاردة لأن مجمل الحوار أني النادي الأهلي في الدور المصري وفي دور أبطال أفريقيا كان مجهدا فالكابتن حسام البدري أخذ قرار بإشراك اللعيبة قليلة المشاركة عشان أستفاد فائدة فنية من البطولة العربية نادي الأهلي منذ البداية كان رافض المشاركة ولكن بعد ما كان هناك لم شمل عربي في المنطقة من ناحية السياسية نادي الأهلي لبى النداء ودخل وشارك في هذه البطولة على الرغم من الصعوبات وأنا أعتقد أن أول واحد رفض أو أبدأ غضبه كابتن عنيس الشعلالي إلي ظهر أمام حضراتكم في الشاشة وقلت لحضراتكم ليه؟ لأن عنده مشاكل رهيبة في موضوع الاستشفاء وفي موضوع التجهيز فكابتن حسام البدري لما خد قرار أنه شارك باللعيبة قليل المشاركة كان بهذا الشأن أني إزاي اللعيبة اللي عندي أنا عندي بطولتين أهم وهفضل أقول أهم طبعا أي بطولة للنادي الأهلي هي مهمة وقدروا أنه مطالب بالفوز والكل الأمس تضرر من أني النادي الأهلي خرج من الدور نصف النهائي من البطولة العربية ولسه هتطرق للمباراة ولكن أنا بتكلم في الإطار العام الإطار العام أني أنا كمعد أحمال أو أخصائي بدني عندي مشاكل كتيرة جدا في التعامل مع هذا الموسم لأن عندي متغيرات في أوروبا والدولة المتقدمة وفي كل البلاد اللي تلعب كرة القدم بشكل احترافي بيبقى الجدول باين أو بيبقى الجدول ظاهر منذ البداية سواء مشاركات محلية أو مشاركات إقليمية على الصعيد لو احنا هنتكلم على دوري أبطال أفريقيا أو كونفدرالية وبيتم وضع الجدول وبالتأكيد السادة الأعزاء في اتحاد الكرة منامو السحي ولقوا أن منتخب مصر يلعب في دورة أبطالة في كاس أمم أفريقيا وكان في بعض المشاكل من قبل الأندية مع اتحاد الكرة بسبب مباراة شهيرة فالدوري اتأجل أعتقد إسبوعين بسبب هذا الشأن إسبوعين دول فرقوا كتير فرقوا كتير في التجهيز عشان كده النادي الأهلي لما دخل البطولة العربية بعد القرار اللي خده الجهاز الفني زيه زي أي فرقة عالمية ليفر بول كان بيلعب باير مينخ في كاس اسمها كاس أودي وباير مينخ بيلعب في ملعبه وسط جماهيره وهزم بثلاث أهداف نجمنا الكبير محمد صلاح أحرز أهداف الدنيا ما قمتش لأن هي بطولة ودية فإحنا برضو لازم نحط القيمة الحقيقية للبطولة العربية ترجمة نانسي قنقر